احمد الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرق المرسلين عزاء الطلباء والطالبات نستألف معكم حضرات الاسعاف الاولي للغة العربية على قناة اليوتيوب الخاصة به وهي يكون الرابط موجود بعد انتهاء المحاضرة الرابط سيكون هنا في المحاضرة وثم موجود على اليوبنار كذلك محاضرة اللي على البوار بويت سيكون على اليوبنار تفتح الرابط تفتح معك القناة بتسمع المحاضرة تسجيل مع عرض شرائح البوار بويت نبدأ الحروق قبل ما نبنى الحروق يعني الحروق طبعا تعرف هو اللي بصيب الجلد نعرف ما هو الجلد يعني الجلد هو الجهاز اللي بيحمي جميع اعضاء الجسم هو اللي بكون الغلاف المغطي لاعضاء الجسم هو الجلد يعني عبارة طبقة من الانسجة تغطي الجسم وتعطيه الشكل الجميل والنعومة وهو خط الدفاع الاول عن الجسم من المراضي الجراثيم المايكروبات الدفاع عن الصدمات والاصابات والكدمات والتعرض لأي الحرارة والبرودة اعتبر يعني الجلد هو خط الدفاع الاول التركيب التشريح للجلد في تلات طبقات رئيسية اللي هي البشرة اللي هي الإبو ديرميس الطبقة الخارجية اللي احنا بنشوفها اللي بكون فيها اللون والتحتك فينا الأدمة اللي هي ما تحت البشرة والهايبو ديرميس اللي هي النسيج تحت الجلد اللي بسمه سابكوتينستيشيو زي ما تشايفين الشكل التوضيحي يعني بتدينا البشرة اللي فيها اللون والشعر الأدمة اللي فيها القنوات والغدد العرقية والنهايات الحسية والعصبية طبقة ما تحت الأدمة اللي هي تكون آخر طبقة وبعدها بنزل الأنسجة الدهنية والعضلية ثم إلى العظام وضائف الجلد يعني الجلد حماية الجسم من الحرارة الزائدة والضوء والتلوث كذلك برضو من البرود الزائدة يعني احنا لو الضوء ممكن الحرارة الزائدة اتنين الحفاظ على سواء الجسم يعني الجلد بيعمل يعني بيعتبر من ضمن الجهاز الإخراجي عملية العرق وعملية عدم العرق الإحساس موجود في الجلد اللي هي النهايات العصبية المرتلاتة التي نشعر فيها بالبرد والحرارة والألم ويكون هي مؤشر إلينا لأول ذر لا فيه ألم في حالة سخونة في برودة في أي البيئة الخارجية من خلال الجلد يعتبر عدو إخراجي طبعا في الصيف نحن كثير بنعرق هذا العرق بيطلع منه يعني السوائل بيطلع منه فضلات بيطلع منه يعني بنفقد اللح معدنية في الشتاء بنعرق بيحافظ على درجة عرارة الجسم تنظيم درجة حرارة الجسم من خلال هيت حركة العرق والسوائل نحن 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 نوع من تلطيف درجة الحرارة ومن خلال بخار الماء أو العرق يتبخر من درجة عرارة الجسم كمان مصنع لبيتامين دال تعرفوا فيه يعني تحت الجلد في الخلايا اللي في الأطفال الخاصة بنعرضهم للشمس الصبح وتساعد في تصنيع فيتامين دال من خلال الجلد الحروق ايش تعريفة؟ الحرق يعتبر طبع من أنواع الجروح يعني هو جرح مفتوح يعني جرح مفتوح صار تحتك في الجلد وتلف تخثر لطبقات الجسم السطحية والعميقة يعني مصير لعنا تلف الأنسجة الخارجية لطبقات الجسم ممكن السطحية وممكن العميقة ايضا سباب الحروق طبعا للحروق اسباب كثيرة كلكم بتعرفوا معظمها يعني او حد عايش معها او شاف حد محروق او تحرضوا لحرك زمان في حياته اللهب اللي هي اللهب النار مولع الغاز النار الحطب اي لهب مولع حرارة الجافة مثل ملامسة اي معدن ساخن يعني ممكن مساكت غلاية سخنة طنجرة سخنة اي حاجة سخنة ممكن تؤدي الى الحريق نمرة ثلاثة السواعل الساخنة او البخار السواعل الساخنة يعني مشتقاتها الشاي والقهبة والطبيخ والمرقة والاكل الشوربة البخار يعني مرات الناس بتاني يحرق من البخار طنجرة الضغط او بتجي تفتح الست طنجرة وتلاقي بخار وكان يحرق وجه فهذه امثلة السواعل السخنة الميا السخنة الشاي القهوة الحليب الطبيخ والمرقة كل حاجة سائل سخنة الكهرباء في حروق الكهرباء في نسكين بيتمسوا الكهرباء بتعمل حرق مكان تخول الكهرباء خروجها البرودة الشديدة نعم سميها زي القرصة البرد تلاقي رجليل واحد من بربقت مع من بتعملة فققية زي الحريق الاحتكاك شايفين هذه الصورة اللي تحت الرجل واحد من بربقة وراها بتلاقي ناس بتلبس جزمة ضيقة من على الاحتكاك او بمشي في طريق حافي او في امور زيك بتبنوها بصير عنا مع الحرارة بصير بلسترز او بربيق او فقاعات الشمس المحرقة كالانسان متعرب طبيعة عمله في الشمس في المناطق العراء بشتغله في الطرق بشتغله في البناء تايما بكونوا في الشمس فممكن تلاقي وجهه او اوعيه اللي مغطية لون والمكشوفة لون المواد الكيميائية بانواعها كانت بترولية او حمضية او قلوية مثل السودة الكاوية هذه برضو بتعمل حريق كبان الاشعاع العلاجية تعرض للاشعاع العلاجية بعض المرضى ممكن علاجهم بخاصة المرضى اللي بكون عندهم امراض السرطان والاوراب من ضمن علاجهم التعرض بالاشعاع والاشعاع صح وعلاجة لكن رغم الاحتياطات بيعد بدهنوا طبقة الجلد خارجية بمادة تخفف من الحريق للاشعاع لكن بصير برضو اشعاع حارق من الاشعاع الفسفور برضو كمان من المواد الكيميائية الحارقة هذه الصورة لحروق درجة اولى يعني حروق الدرجة الاولى الدرجة الاولى هو طبق حروق الطبقة السطحية للجلد يعني الخارجية ليس كثير قوية أسبابها حروق الشمس ممكن ولا مساء خفيفة للأجسام الساخنة والأبخرة الساخنة تصير عند الناس في البيت صفاتها يكون قلم شديد مكان الحرق يعني خاصة في البداية يحمرار بصير تورم بسيط مزتهنها بعد ما تلتائم وتشفى لا تترك أثر بعد شفاء يعني بتشفى خلال اسبوع ما بصيرش ندب ما بصيرش تشوف الجلد مكانها وترجع بشرة الجلد نفس اللون ونفس الملمس ونفس الشيء حروق درجة أولى طبعا حمرار بصير خفيف حروق درجة أولى بعد ما بروحه بخيف حروق درجة الثانية حروق درجة الثانية التي لدينا تدفيها التأثير إلى الطبقة الأولى والثانية يعني الطبقة الخارجية تنحرك وممكن للتحت أسبابها تتعرض للطويلة شعة الشمس ملامسة الأجسام السخنة أو الأبخرة السخنة لمدة فترة طويلة أو انسكاب يعني السواء السخنة تعرض لحريق لأشياء صفاتها في ألم شديد مكان الحروق وهي تعتبر أكثر درجة ألما أو شد درجات الحروق ألما في حمرار وفي تورم وانتفاق لعدة أيام فيه تتكون لفققيع سميها بلستر بالإنكليزي اللي هي فققيع زي فوق الجلد تحتوي على سوائل من الجسم طبعا هذا بتشفى أو بتشفى طبعا خلال أسبوعين أو ثلاث أسبوع لكن معادة ما تترك أثر يبين مكان الحرق تلاقي فيه زينودبة خفيفة أو الجلد لا يرجعش في نفس الشكل ونفس اللون ونفس الملمس وتكون خشنة غير عن الملمس العادي هذه صورة من حروق درجة ثانية في القدم زي ما تشايفين هذه الفققيع المسميها بلستر هذه فيها سوائل من الجسم طبعا من درجة الحرارة حرائق الدرجة الثالثة هي الحرارة يمتد فيها التأثير إلى طبقة الأولى والثانية والثالثة للجلد أو ما تحتلل ممكن يصل العضلات ممكن يصل العضب في بعض الحالات إذا حد شاهد من الشباب ينقصفوا أو كذا أو في ناس انحرجت وتفحمت في المكان أسباب التعرض الطويلة لأشعة الشمس ملامسة الأجسام الساخنة لمدة طويلة طبعا التعرض لحرق لمدة طويلة سواء السخنة أو لمواد حارقة صفاتها طبعا التطول لما الطيب تلتأم ببطء شديد في بعض الأحوال تحتاج إلى عمليات تجميلية وعمليات ترقيع في الدرجة الثالثة لا يشعر الإنسان بالألم الذي يشعر فيه في الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية لماذا؟ النهايات العصبية في الجلد تموت فالإنسان لا يشعر بالوجع لا يوجد إحساس عادة لونها ممكن يأخذ الأحمر أو الأبيض أو الأسود هذا حارقة لكفة الرجل تحت الأصبع الكبير الذي هو الحريق هنا 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 برضو صور توضحية في الدرجة الأولى والثانية والثالثة فوق زي ما انتم شايفين هنا على شمال الدرجة الأولى لكن لا يأخذ الطبقة الخارجية درجة ثانية طبقة التالجية ولا تحت شوية وفيه فققيع الدرجة الثالثة لا أخذ معظم طبقات الجلد لا أخذ الألوان أو الأبلستر هذه برضو صورة توضحية أخرى لحريق درجة أولى وحريق درجة ثانية وحريق درجة ثالثة ثيرت دي جري بير زي ما انتم شايفين في الدرجة الثالثة في عندنا الألوان تختلف عوامل الخطورة في الحروق مثلا بنقول إن هذا الحريق خطير وهذا مش خطير وهذا في عدة عوامل اللي هي بنقيم عليها يعني خطورة الحريق واحد المساحة حسب قانون تسعات تبسموا قانون التسع في المية لما قسبوا جسم الإنسان إلى يعني مناطق مناطق يعني كل منطق نعطوها نسبة تسع في المية لو انحرقت وراحت اليد أكثر التساعد كلما كان مساحة الحروق في الجسم كبيرة كلما كان درجة الخطورة أكبر يعني مريض عنده مساحة الحروق عشر في المية ومريض عنده مساحة حروق ثلاثين في المية فبكون الأكثر خطورة اللي هو الثلاثين في المية العمق يعني كم درجة ماخذ الحريق درجة السطحية أو الأقل أو الثانية أو الثلاثة درجات مع بعض حسب درجات الحروق الأكثر عمق هذا الأشياء الخطورة يعني الدرجة الثانية أخطر من الأولى الدرجة الثالثة أخطر من الثانية والأولى كمان في بعض مواطع في الجسم لو تعرض لها الإنسان بتكون خطر عليه زي حرق حرق الرأس والوجه والعنق والجهز التناسي والأشد خطورة من مناطق لو المرض انحرق في رجله أو في الظهره أو في بطنه كمان الموضع المكان الحرق قلنا العمر يعني الناس كبار العمر والأطفال أكثر تأثرا بالحروق والأشياء خطورة يعني لو واحد اختيارا حرق مساحة عادية كبيرة ممكن تأثر على حياته لو طفل ممكن تأثر على حياته لكن الشباب البالغين تحملهم أكثر مقاومتهم أكثر وصحتهم أفضل لكن كبار السن ممكن صنع عندهم الاتهابات مقاومتهم ضعيفة وصير تسمم في الدم عندهم ممكن المريض يفقد الحياة مساحة سطح الحرق على أحد القانونين قانون التسع في المئة الأكثر شيوعا أو قانون راحة اليد الواحد في المئة هنا حطنا الإيد بواحد قد الإيد لكن هنا مساحة السطح في الجسم حريق الجسم قانون التسع في المئة يعني يقسم الجسم إلى تسع إلى أحد عشر جزء كل جزء يمثل تسع في المئة واحد في المئة للمناطق العلو العضاء التناسي تسع إلى أحد عشر تسعين زائد واحد في المئة نجي نشوفه واحدة واحدة هنا الصورة للوجه الأمامي وهنا الصورة للخلف للجسم الرأس كله مع الوجه وجهه جفى تسع في المئة الصدر من أعلى تسع في المئة والبطن تسع في المئة الرجل كله من وجه الأمامي تسع في المئة لكل رجل نجي منطقة العضاء التناسيلية واحد في المئة نجي للجفى الصدر مقابله في أعلى الظهر تسع في المئة والبطن مقابله من الخلف تسع في المئة والقدمين الرجلتين تسع وتسع الإيد الوحدة كلها وجهه جفى تسع في المئة ولكن أراه الوجه الواحد تبع الايد اربعة ونصف والخلف تسعة في المئة هذه بالنسبة لقنون التسعات يعني زي ما تشافين الجسم يعني اسهل تحفظه الراس لحاله مع الوجه تسعة الجذع كله من قدام تسعة وتسعة تمنتاش ومن الخلف تسعة تمنتاش ستة وتلاتين ونفس المساحه ستة وتلاتين كمان للرجالتين تسعة وتسعة تمنتاش ستة وتلاتين وستة وتلاتين وستة وتلاتين وسبعين هاي تسعين والوجه والرأس تسعة هاي تسعة وتسعين ومنطقة العضاء التناسلية واحد في المئة هاي المية في المية مش صعبة للحفظ وبيجي منها منرات سؤال في الامتحانات الأطفال بيختلف طبعا حجم الطفل بيختلف عن توزيع الـ body service area يعني في الأطفال البالغين مع اختلافين مساحة الرأس الضعف 18% ومجموع مساحة كل الرجل 14% يعني 9% في الأصغار في البالغين 14% في الأطفال كذا لو كان الطفل بيبي محروق بس يعني نحفظ الأكثر اللي هي الاسل التركيبة 18-18 14-14 والأيدين 9-9 زي ما هي ورس الرأس بخلف نأتي إلى الأعراض العامة للحروق صح إننا قلنا الأعراض الموضعية ورم وإحمرار وفققيع وألم وحاجات زي لكن انتساع الحروق أشد خطورة من عمقه يعني إذا كان عندنا المريض عنده درجة ثانية حروق 60% أخطر من حرق 20% درجة ثالثة يعني المساحة الحرق أكثر من عمقه فمتى حرق ثلث سطح الجلد مهما كان سطحيا فإنه يكون خطرا يعني لو انحرق الإنسان التلت حوالي 33% يكون خطر على حياة الإنسان وإذا تناول الحرق نصف مساحة الجسم فإنه يكون مميتا إذا لم تطبق المعالجة الصحيحة والسريعة ويعني أقرب مثال الحريق اللي صار في حريق مخيم المصيرات الحريق الضخم اللي يعني أودى بحياة حتى الآن حوالي 22% من نسبة الحروق كانت عندهم أوليش مساحتها كبيرة جدا وعميقة فهذا طبعا رغم العلاج الطبي المقدم والإسعاف لكن في ناس فقدت الحياة من اللي هي المضاعفات من الحروق طب من علاج الحروق تعويض صوائل الجسم في الحروق كيف تتعوض الجسم لما ينحرق حصل لما يكون حرق كبير ومفتوح ويفقد سوائل وكثير من الجسم فقدان السوائل طبعا خضر على حياة الإنسان كيف نحسب كمية السوائل من نعوضها للمريض كمية السوائل التي يجب أن نعوض بها المحروف في أول 24 ساعة منذ بداية الحرق حسب القانون التالي كمية السوائل التي نحسبها للمريض يعطيها بالملي لتر تساوي مساحة الحرق ضرب وزن الجسم بالكيلو جرام ضرب أربعة أربعة اللي هي حامل ثابت هذه بالنسبة لمساحة الحروق نحن نعيد ثان القانون ونحسب كمية السوائل المطلوبة مساحة الحروق منفرد كانت 20% و30% وزن الجسم 70 أو 80 كيلو جرام ضرب أربعة تعطى كل الكمية 24 ساعة كيف نقسم هذه المادة لو طلعت 24 ساعة طيب لو عنا مثال لو كتبت على الورقة مساحة الحرق 30% ضرب وزن الجسم 70 كيلو في 4 نقل 30% ضرب 70 كيلو ضرب 4 يطلع عنا 8400 ملة يعني حوالي 8 لتر 400 ملة 8 لتر 400 ملة هذا نعطيه للمريض 8 لتر 400 ملة للمريض عنده نسبة الحرق 30% ووزنه 70 كيلو نعطى نصف الكمية أول 8 ساعات أول 8 ساعات يعني نفرض المريض وصل المستشفى ساعة 6 الصبح من 6 الصبح وتقيمت يعني كيف مساحة الحروق والوزن كذا من 6 الصبح للتنتين بعد الظهر بده ياخد نصف الكمية نصف الكمية نصف الكمية جديش بدنا نقسم 8 لتر 400 ملة على 2 يعني بده ياخد المريض 4 لتر 200 سانت خلال 8 ساعات الأولى خلال 8 ساعات الأولى نعيد ثاني المريض طلع كمية السواء اللي بدنا نعوض لها 8400 ملة تمام هذه 8400 ملة بدنا نعطيها للمريض خلال 24 ساعة تعويض سريع نصف الكمية بدنا نعطيها خلال 8 ساعات الأولى 8 ساعات الأولى يعني نفرض مريض أجان الساعة 6 صباحا بدنا نعطيه 4200 ملة اللي هو خلال 8 ساعات الأولى يعني للساعة 2 بعد الدور طيب هلقيت بنعطي النص التان اللي ضايل 4200 بنعطيه في 8 ساعات التانيات اللي هنا من 2 مساء ل 10 في الليل هذو سياخد نص الكمية اللي ضايل عن نص الـ 4200 يعني هياخد الـ 2 لتر 100 200 سانتي 2100 سانتي ها بنقسم 4200 4200 4200 تقسيم 2 سياخد 2 و اه 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 في 8 ساعات التانية بنا نعطي المريض الاول باقي الكمية يعني من 10 في الليل ل 6 الصبح بدي اخد كمان 1100 باقي هيك بكون خلصنا 8 لتر 24 سا الاعراض العامة للحروق تختلف الاعراض حسب الادوار التي تمر بحالة المريض يعني اول ايش بالمريض بصدمة عصبية من شدة الالم من شدة الموقف من الخطر اللي كان محدق بالانسان الدور الثاني هبوط في الدورة الدموية نتيجة ايش فقدان السوائل من الجسم بشكل كبير الدور الثالث ممكن لو الجرح كان او الحروب كان كبير في الشسك جلد يحمل الانس جلد تحت والجسم كله مكشوف وما عمل اشغيار ولا علاج سريع للحروق ونصير عنا تلوث تتسمم ونصير عنا دور التسمم هنا بكون مرحلة الخطر على حياة المريض الدور الرابع لدور الالتآم والشفاء والحروق طبعا مش زي يعني حرق غرزة غرزتين بالطيب خلال يومين ثلاثة الجروح والإصابات زي الكسور والحروق تحتاج الى وقت طويل لما تلتأ يعني الحروق لو كان طويل ممكن ياخد شهر او شهرين لما المريض حالته تستقر لكن لو جرح حرق بسيط خلال اسبوع سبعين دول الأول الصدمة العصبية يحدث في الساعات الأولى مثل من الحريق ويتصف بالشحوب العرق البارد هبوط درجة الحرارة زيادة معدلة من نبط تصارف التنفس ضعف عام وهن عام ولا مستمرة سببها تنبيه نهاية العصاب الحسية من الجلد يعني الإنسان يعني يتألم يعني الصدمة في حروق شحوب عرق درجة الحرارة نبط تسرع التنفس تخفاض الضغط كل هذه دور العصبية هبوط الدورة الدموية يظهر في اليوم الأول أو الثاني إذا كان الحريق مساحة واسعة في الجسم بيظهر في بعض ساعات يعني تيجي تيجي الهبوط الضغط الشرياني في ضياع قسم كبير من حجم الدم ونزف أو فقدان السوائل والتساع الأوعية الدموية المحيطة من شدة الحرارة فبتعمل عندنا انخفاض في ضغط الدم وفقدان السوائل وهنا بيضينا لصدمة وهور الدور الدم يسموه هايبو فولم مكشوك دور الثالث دور التسمم يعني ارتفاع فجائي في درجة الحرارة في نبط بزيد في ضيق في التنفس وقتقية ظهور يرقان خفيف ثم هذيان وسباة ينته بعد الحروق وقد يتأخر حتى اليوم الثاني وهو مميت ويقضي على المحروق خلال يومين أو ثلاثة خاصة لو كان كبير السن مناعته ضعيفة يعني مش قادر يعني يتحمل الموضوع دور الشفاء تبعا لمساحة الحرق وعمق فإذا كان سطح صغير أو سطحة يعني بتم الشفاء بسرعة أما إذا كان واسع وكبير يغط مساحة كبيرة من الجلد وعميق فإنه يحتاج لعملية ترقيع الجلد سنوحنا عمليات تجميل يعني ممكن ياخدوا راقة بسيطة رقيقة جدا من جسم الإنسان من منطقة الفخد أو البطن أو الظهر ويحطوها مكان الحرق وممكن يعني التأم وتمشي الأمور معالجة الحروق المعجموعة الأولى حروق بسيطة مريض النيمو في المستشفى حروق الدرجة الأولى حروق الدرجة الثانية إذا كان مساحة الحرق أقل من 15% عند البالغين يعني الكبار و10% عند الأطفال الصغار حروق الدرجة الثالثة كان مساحة الحرق أقل من 2% لا داع لدخول المريض ونوم في المستشفى يعني نعيد ثاني العلاج الحروق لا يستدعي علاج في دخول النوم في المستشفى أو في وحدة الحروق أو قسم الحروق يعني ممكن في البيت أو يغير عليه في المستوصف كل يوم حروق الدرجة الأولى حروق الدرجة الثانية إذا كانت مساحة سطح الحرق أقل من 15% عند البالغين و10% عند الصغار حروق الدرجة الثالثة إذا كانت مساحتها أقل من 2% حروق متوسطة تعالج في المستشفى يعني حروق الدرجة ثانية إذا كانت مساحة الحروق ما بين 15% إلى 25% للبالغين و10% إلى 20% من الأطفال هذه تستدعي يدخول المستشفى ويتقيم ويتغير عليه ونشوف لوهي مستطن حالة حروق الدرجة الثالثة إذا كانت مساحة الحروق ما بين 2% إلى 10% طبعا فما أكثر يعني من 10% وفوق من أكثر من 2% إلى 10% بعد دخول المستشفى المعالجة الحروق المجموعة الثالثة اللي هي الحروق الشديدة والخطرة تعالج في المستشفى أو في مركز خاص للحروق وتشمل أو في قسم متخصص في الحروق يعني في الشفى في مركز متخصص للحروق حروق الدرجة الثانية إذا كانت مساحة الحروق أكثر من 25% للبالغين وأكثر من 20% للأطفال هذا يجب في مركز أو في المستشفى حروق درجة ثالثة إذا كانت مساحة الحروق أكثر من 20% بدأ مركز تخصص حروق الوجه واليد والقدم والمنطقة التنسلية هذا أيضا دخول المستشفى الوجه يصبح يصبح عند العيان اختناق من قرتيجة الأثر السخن أو يصبح ممكن مريض عنده مثلا تشوه في الأنف في العين وممكن فقدان البصر اليد أو القدم ممكن تأثر في الحركة في المستقبل يصير تيبس يصير ضعف في الحركة أو تشوه منطقة التنسلية برضو بدها عناية الحروق الكهربائية بالعموم واستنشاق الدخان استنشاق الدخان أو الغاز أو استنشاق الهواء السخن هذا ممكن ما يعملش في الجد لكن ممكن يعمل التهاب في الحنجرة وتتضخم الحنجرة والأحبال الصوتية ويمكن المريض لا يقدر يدخل له هوا للجهز التنفس يمكن يموت من الاختناق نتيجة هذه الحالة سعاف الحروق يعني الهدف منه تخفيف الألم من الحروق منع حدوث الصدمة كانت يعني عصبية أو نقص الدورة الدموية منع حدوث تلوث المكان الحروق الأسعاف من الدرجة الأولى السهل صب الماء البارد من 10 دقائق على الحروق على الحريق يعني مش مية تلجة من الفريزر مية باردة ممكن مية الحنفية بتسد ننزع أي ملابس ضيقة حول الطرف المصاب ننزع الإيد أو الرجل من قص الكم أو البنطلون نغط المكان للحريق بالشاشة المعقم أو القماش النظيف إذا مكان شاشة المريض مسكن مثل الأكمول أو البروفين أو الفولترين أو التروفين أنا ممكن يعني الصورة هذه توضحية نحط المية الحريق تحت المية لمدة 10 دقائق تخفف الألام وتخفف الاحتقان يعني من الأمور إن شاء الله بتمشي تماما الدرجة الثانية نصب المية لق 10 15 دقيقة ننزع أي ملابس ضيقة حول الطرف المصاب أو ما عدا الملتصق يعني المرات ممكن نكون فيه لابس المريض ملابس فيها يعني من ماد عرق نيلون أو بتلزق في جسم الإنسان فالملابس الملزقة في جسم الإنسان بننزع حاج في مكان الإسعاف الأول في المستشفى بصير لها نزع لو بننزع حبدأ تزيد مساحة الحريق وممكن تاخد معها الجلد الضايل بنغط مكان الحروق بالشاشة المعقم إذا متوفر لدينا أو القماش نظيف طيب في مرات بيبقى فقعات بتصير هل نقيمها ولا نخليها لا تقوم بإزالة الفقعات أو فتح ممنوع هذا يخلوها والجسم يرجع وتشرب ها ثاني مسكنات الألم المخدرة والقوية التي تعطى في المستشفى المريض يعني بده مسكنات قوي غير الأكمول وممكن لهذا من خلال المستشفى إسعاف الحروق من الدرجة الثالثة نضع المصاب في وضع الاستلقاء متأكد أن العيام تنفس كويس وواعي بننزع أي ملابس ضيقة حول الطرف الملتصقة ما بنقيمها بنغط مكان الحروق بالشاشة المعقم والمبلل بالماء الباق هذا في أن الشاشة المعقب بنبلله تخفف بدرجة الحرارة لا تقوم بزالة الفقعات أو فتحة الموجدة والمسكنات كذلك تعطى في المستشفى مسكنات القوية في بعض كانت ممارسات يعني خاطئة في الإسعاف الأول للحروق موانع إسعاف الحروق يمنع استخدام معجون الأسنان في زمان كانت الناس تيجي معجون الأسنان تحط مكان الحروق يمنع استخدام المراهم إلا بوصفة طبية يعني مش أي مراهم تحطه إلا من خلال وصفة طبية ونت متأكد أنه هذا يعني يستخدم للحروق يمنع وضع الثلج أو الماء المثلج مباشر على الحروق يعني منحط التلج من المكعبات التلج مباشرة على الحرق لا تعمل التلج يعني يعمل بموت الخلايا الحية والنسين يعمل الفيتاليزيش للتشيو لكن ممكن اللف التلج أو الحاجة المثلجة هذه البلاستيكات المثلجة نلف ها بفوطة أو بشاشة ونحط على الحريق ونحطها مباشرة على الجلد يعني من الممارسات الصحيحة نغسل نعرض للمية ونغطي بشاشة ممارسات خاطئ اللي وضع الكولونوس أو المعجون القولغيت أو السيجنل أو الهو بعدين منحط الصورة هذه مكعبات التلج مباشرة على المريض أو نحط في مكان في تلج لا طب الحروق يعمل مضاعفات في مضاعفات موضوعية في مضاعفات عامة المضاعفات الموضوعية في مكان الحريق المضاعفات العامة هي ارتداد للجسم وردة فعل الجسم اللي ممكن تصير الموضوعية ممكن يكون التهاب مكان الحريق يعني الحريق صار تلوث وصار يطلع مدة وافرزات ورح تحاطلة التهاب انكماش الجلد حول مكان الحريق تلاقي الجلد بينكمش ويصير يعني برجعش لوضع الطبيعي الجلد ظهور الندب الندب اللي هي المكان أثر الحريق يعني لونها بتلاقي مختلف عن الجسم عن لون الجسم الطبيعي بتكون غير منتظمة وبتكون يعني مش ناعمة زي الجلد الأصلي كمان بتكون عامل نوع من البروز حوالين مش على نفس امتداد أو سطح الجلد الأصلي وهي بقول عنها هالتشوهات اللي بتصير في الحروق مرة بتعمل شد لاج مكون عيان محروف بدرش عد الرقبة أو ايد بدرش فتحها كلها في حال اصابات العيد ممكن المريض يفقد البصر أو تقرع في القرانية هذه من ضمن المضاعفات الموضوعية في الحروق الموضوع مشاكل عامة مشاكل تنفسية صعوبة في التنفس مشاكل في القلب خلل في نظام القلب أو ضربات القلب في الهضي ممكن صنع نغسيان وتقي وقرح في المعنى وغيرها مشاكل في الكل لو المريض فقط كميات من السوائل كتير ومتعوضت ممكن تعمل فشل كلاوحاد ما زل متعوضت السوائل مشاكل عصبية ونفسية طبعا من الموقف ومن الحداث ومن الوجع ومن التشوف خاصة لو كان مثلا المحروق يعني في ملاطق بارزة ظاهرة في الوجه في اليدين يعني مبين في الشكل بتقدرش انت تغطيها في العموم خاصة كميات لو كانت المحروق سيدة أو بنت في مناطق بارزة وهذه برضو بتأثر إلى مشاكل نفسية وعصبية الحروق الكيميائية اللي هي يعني تتسبب من أحماض حمض الهيدركلوريك قلويات السودة الكاوية بعض العناصر الكيميائية زي الزئبق والفسفور مسحيق إزالة الألوان والمواد المطهرة يعني الكيميائيات العموم البنزين الكلور السولار بعض الغازات مثل الغاز الكلور غاز النشادر كل هذه إذا انسكبت على الإنسان كنت تعمل حروق بدرجة معينة السعفات الأولية لحروق الكيميائية يعني أول حاجة نزيل المادة الكيميائية الحارقة هذه بغسلها بالماء الداف لمدة عشر دقائر يمنع استخدام مياه تحت ضغط في غسل الحروق الكيميائية يعني بجيش أنا أحط زي الماء القوية مثلا زي الشطاف أو زي الماء الماء المضغوط لا هذه ممكن تعمل تهتك زيادة في الأنسجاء المحروف فبس ميت الحنفية إزالة أي ملابس مبللة بالماء الكيميائية الحنف المريض يعني نكب علي حاجة اشي او بروش او بعمل من يشلح وياخد دوش كامل ويغسل مكان الحروق يعني التخلص من أي اشي له علاقة بالمادة الكيميائية الإسعافات للحروق الكيميائية دائما في وضع المادة المعادلة لمادة الحروق مثلا الحروق الحموضية تعادل بمادة قلوية مثل بيكربونات الصودم والقاعدية بحد زي الخل المخفف او حمض الليمون دائما في تلاقي في بعض المصنعات الكيميائية منظفات او معلبات او اجه يعني ادوات كيميائية تلاقي مكتوب على العقوة اكتب لك هذا اشارة انه وليش ساق سام او توكسيك او هذا المحتوى قابل للاشتعال قابل للحريق نحط في اماكن ما بيهاش بعيد عن الغاز ما اماكن مش في الشمس مباشرة حط في مكان في ظلة كمان حط المادة المعادلة لو المريض نشرب بالخطأ او نسكب عليه بايشي ايش المادة المعادلة للحريق هذا هذا الواحد اللو غير في اي حاجة كيميائية بلاقي الانتيدوت او الانتتوكسن تباعها او ايش يعطى المريض في الحالة كمان نكمل بعد معادلة المادة يتم غسل الحروق بالماء الفاتر يمنع ازالة الفقاعات الظاهر على الجلد نغطي المكان بشاش معقم يمكن نعطي ادمية مسكنات ننجل المريض الى المستشفى على طول طب اذا العين انصابت بمادة كيميائية كيف الاسعاف يجب انه نغسلها بس بالمية النقية تحت السمور يعني ممكن اضع رأس تحت المكسلة او انا افتح الحنفية اضع افتح عيني وبايدي اشطف العين يجب فتح العين لغسلها بالماء ممكن لا يوجد حنفية او علبة او قطار مية عادية انا ممكن اغطر للعين وعملها لازم نغطي العين للمصاب لكي لا ينح حركتها ممكن تتأثر من الحركة يمكن اعطاء مسكنة يجب نقل المصاب الى مستشفى العين كمان حاجة في حروق العين الى فهذا ممنوع استخدام المستوى القلو او الحمض لمعادلة حروق العين بس افضل علاج اللي هو المية ما نحط لا قلو ولا حمض اصلا وحيكون القلو والحمض نفس التأثير يعني زي المثل بقول أجهي كحل أعماه حروق التي يجي عن ضربة الشمس أو تعرض الشمس وضع الماء البارد على مكان الحروق إذا كانت المساحة كبيرة يمكن تخفيفها بالماء الفاتر يتجنب حدوث الصدم ممكن استخدام بعض المراهم أو المعاجين معجون للملطفة تقلل الألم وتساعد في التقام الجروح يجب تغطية المكان المصاب بالشاش المعقم أو الشاش النظيف أو القماش النظيف يعطى أدوية مسكنة إذا كانت المساحة كبيرة ممكن المريض يذهب إلى المستشفى الإنهاك الحراري اللي هو تعرض إلى درجات حرارة مرتفعة لمدة طويلة أو درجات منخفضة لمدة طويلة يعني الحرارة إما بالزيادة أو بالنقصان يعني نفرض درجة حرارة مرتفعة طويلة ممكن المريض صار حريق في مكان مش عارف يطلع أو صار حريق في مصنع أو في شغل أو في مكان مش عارفين يطلع درجات حرارة منخفضة مريض يشطل في مكان تلاجات كبيرة أو مكان برودة شديدة أو يشطل أو صار برد ومعنش أي حاجة ترحميه من البرد العلمات والعراب تعرق والغثيان والقيق والإرهاق العام والصداع اضطراب في العلمات الحيوية حرارة والضغط والنبط والتنفس وقلان الوعي المريض يفقد الوعي إذا الوضناء كان شديد السعافة لإنهاك الحرارة إذا كان المريض في مكان بارد نمدده على الأرض ونرفع رجلين مصاب إلى أعلى تعزيز وصول الدم إلى الدماغ يجب إزالة الملابس الثقيلة على المصاب يعني نقله يعني مريض في مكان حار ونطلع على مكان بارد ونشغل هوايات ونشغل مكيب بنرفع رجلين المريض بالنيم ونرفع رجلين فوق نعزز الدم إذا المريض لابس ملابس يعني دقيلة بنخففها بنبرد جسم الإنسان ذو الحرارة المرتفعة بالماء البارد وإذا كان مكان بارد طلعناه بنندفيه نتدفأته نحط تفايا نشغل مكيب على الساخن يعني حسب نشطل على العكس في العكس يعني بنجيب مروحة يعطى المصاب سواء حسب الحاجة باردة أو ساخن لو مريض ساخن نعطيه سواء الباردة ميّة تلجة أو حاجات ملطفة يجعب وضع المصاب بمريض وضع مريح المريض سقعان بنعطيه سواء الساخنة دافية يعني زي شاي كهوة سكافي أي شيء سواء سخن يتم ناقل المصاب للمستشفى إذا حالته لم تتحسن إن شاء الله بكون هيك هنا لمحاضرة الحروق واللقاء القادم إن شاء الله العلامات الحيوية طبعا العلامات الحيوية اللي هي بتحكي عن العلامات الإنسان اللي نحكم عليه إنه ميت إذا ما فيش ينضغط نبض حرارة تنفس هذه اللي هي العلامات التي تعطينا المريض طيب ولا متوف المحاضرة المحاضرة صغيرة يعني وما سنفها من إحنا إيش العلامات الحيوية حسب العمر حسب الحج وقتش بترتفع الحرارة وتنقفض وترتفع الضغط وتش كذب النبل وشهاد ارتداد المظاهر العلامات الحيوية اللي هي في جسم الإنسان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته